على أطراف محافظة الضالع تتسع خارطة القتال باتساع رقعة المعركة بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة وبين ميليشيا الحوثي معارك تستنزف الطرفين إلا من تقدم نسبي للقوات الحكومية فيما تلقي بجحيمها على حياة المدنيين القاطنين في مناطق التماس وفي المناطق المتاخمة أكثر من مجرد هجوم مضاد وينتهي وأكثر من معركة محتدمة على خطوط المواجهات لا تتوقف إلا وتبدأ من جديد هنا سلسلة جبال قعطبة ومريس أشد المناطق وعورة في الضالع أريد لها أن تتحول إلى مقبرة لأبنائها فإذا هي غير ذلك تتمكن قوات الجيش والمقاومة بشكل يومي من دحر عناصر الحوثيين وقتل وجرح العديد منهم كما تحرز تقدما في عدة جبهات وذلك يحبط خطة ميليشيا الحوثي التي ظنت أن بوسعها إحكام السيطرة من جديد على المناطق التي انتزعت منها مؤخرا تفيد أخبار الساعات الأخيرة أن مدفائية الجيش الوطني وغارات التحالف قصفت مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في معسكر حلم وحبيل السماعي وجبال العرايف وحمك والوطيف ونقيل الخشبة كما استهتفت المقاتلات الحربية مواقع أخرى للميليشيا في منطقتين الزبيريات والريبي غرب قعطبة يأتي ذلك بعد سيطرة الجيش على عدة مواقع واتباب في الجبهة ذاتها المعركة هنا مشتعلة استراتيجيا وتكتيكيا سواء لمقاتلي الجيش والمقاومة أم لميليشيا الحوثي كون المنطقة تقف على فضاء مفتوح باتجاه محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيا وكون الضالع البوابة الجنوبية لعدن والمحافظات المجاورة ترجمة نانسي قنقر